حياكم الله من جديد مشاهدينا نستكمل فقراتنا اليوم في مساء الإمارات فقرة أسره ومجتمع أكيد اللي بقوله الحين ما في حد ما مر عليه واللي هو الحصول على وظيفة بالتالي هي من أكبر التحديات والهموم اللي ممكن أنها تواجهنا في حياتنا العملية البحث عن الوظيفة هو الهاجس الكبير خاصة لأولئك الذين أنهوا سنوات دراسية طويلة وبدأت معركتهم العملية في الحياة يمكن أول البوابات مشاهدينا الحصول على وظيفة طبيعي تكون المقابلات الشخصية فهي إما أن تفتح لك الباب على مصراعيه أو تجعلك تدور في فلك البحث وخيبات الأمل أساب تشيل يوم بنناقش موضوع المقابلات الشخصية ولغة الجسد فيها وأهم النصائح لنخوض مقابلة عمل ناجحة يصيرنا يكون معانا الأستاذ محمد حمدان بن جرش مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة مساء الخير مساء النور بسرور حياتك الله صلى الحمد الله حياتك ترى أنا سألت وقلت بأقولها ترقى والله هذا بغيت أعرف الآن اللغة الجسدية هل خديجة قدمتها بلغة جسدية صحيحة أم لا؟ تتعليق طبعا هذه السؤولة سبحان الله طبعا الواحد مع الممارسة دائما يتعلم أشياء وأشياء مهما تقيد ببعض النظم واللوايح يظل الإنسان طبيعة دائما يعمل بالتصرفات التي تعود عليها فإذا تعود على الشيء الصقيح والثقبة أيضا بعد يعني أكيد خديجة وما بدأت حياتها أعتقد يمكن مشوارها الإعلامي يمكن ما كان بالطريقة هذه بس يمكن أشياء أخرى أدت إلى طبعا واحد يتغير ويتخلص يتطور بعد الثقة أيضا خديجة يعني صاد محمد الثقة تمنح الشخص أن يرتاح لحركات معينة فيقوم بأدام ثم ما قاعد يسوي الحين طيب الاستعداد نفسيا للمقابلة الشخصية كيف يتم؟ بسم الله الرحمن طبعا أكيد هناك متابعين ما شاء الله لهذا البرنامج مساء الإمارات أولا أي شخص طبعا راح تكون عنده مقابلة أي كانت مقابلة هذه من الطبيعي طبعا يكون في التوتر سواء متعود على اللقاء أو لا ولكن الاستعداد أسأل مثال مقابلتنا اليوم نحضرنا الآن إلى هذا هذا يعتبر مقابلة وإن كانت علىها مباشرة إذا لم يكن شخص متعود مثلا على أن هناك مقابلات سابقة وتهيئة نفسه من ناحية طبعا عن المحاور التي ستطرح تحضير نفسه إذا هناك أي إحصائيات إذا قلنا حق مقابلة وظيفية مفترض أن يكون هو قبل هذا أنه مستعد مثلا غدا عندي مقابلة يهدي نفسه من داخل سبحان الله الإنسان مرات يعني هو من نفسه من الداخل إذا ما كان مستعد راح يأثر عليه في أي شيء فإذا سؤال بسيط لن يجيب عليه لأن الخوف راح يشل عقلة يشل كل معلمات يمكنه يكون جيد ولكن محتاج إلى عملية تهيئة نفسه من الداخل يعني ما يحاول يكون أي شيء يوتره قبل إذا أنا مثلا رايح مثلا نحينا قناة الضفرة مفترض أن مثلا أكون عارف هذا المكان أين يقع والساعة كم المقابلة وكذا مرات خطأ في العنوان قد يخليك يوترك نعم ممكن أن يكون آخر والسوات معنا هذه في كذا مقابلة بصراحة مرات بعض الأشخاص يعني تحصل مثلا مفروض أن مثلا مقابلة الساعة ثمان فهو يقول لأ أنا راح أصطل يعني قبل ربع الساعة وكذا وإذا كانت المسافة طويلة زحمة الشوارع ومحسب أشياء كثيرة طبعا مفروض تكون تمهيئ نفسك أن كذيت متأخر من الطبيعي راح تعطي انطباع أيضا حتى للموجودين بتحصهم أصلا بيين عليهم إشارات أنهم مضايجين يعني نعم زيادة محمد ووصلنا اللقاء ما كان في زحمة ولا خربتنا في الطريق ووصلنا اللقاء يقال أو يعتقد البعض أن حسن الهندام ليسموه المظهر الخارجي إلى أي مدى يلعب دور في خلني أقول إيصال الصورة إلى الطرف الآخر اللي هو قاعد يسوي مقابلة بالثقة بالتهيئة بأنه قادر على أن يخوض هذه المقابلة طبعا شي طبيعي من حق المؤسسة طبعا والناس اللي هم مخورين بإجارة المقابلات لأنها يحرح حددون مصير مؤسسة لأن التمييز يأتي عن طريق العنصر البشري هذا فثق تماما أنت أيها الشخص الباحث العمل مثلما أنت عليك ضغط يعني نفسي أيضا الأشخاص الذين هم يقومون بمقابلتك عليهم أيضا ضغط نفسي أكبر لأن في عدم اختيار الشخصية المناسبة للمكان المناسب سوف يحاسبونهم يعني فعليك أولا طبعا مثل ما تفضلت خديجة إذا أتى من وقت هذا الحملة هذه أول أول شغلاء أول خطوة خطوة ثانية من الطبيعة طبعا هم سوف يظهرون طبعا أكيد الواحد يجب أن يكون مرتب رايح مكان يعني ما يكون بهدل سهران في الليل وجاي مثلا يعني يعاني من التعب السهر مش مركز طبعا في أثناء الأسئلة الصوت مش واضح عملية مثلا يتكلمون معه وعامل طبعا تشبيك اليد أو تشبيك الأصابع نعم الأصابع عندك دائما طبعا يطرح سؤال يهز رأس طبعا هذا يدل أنه مجاملة فهذا إذا كانت في وظائف راح الساسة جدا أنه مطلوب طبعا صفات معينة فهم القصر المقابلة أن يشوفون الشخص هذا هل في القيم أو المواصفات لهذا الشيء الثاني ما يكون طبعا شيء طبيعي مثلا أنه لما يسألك أي سؤال ثق تماما أنه مرات السؤال هدفنا أنه أكيد توصل إلى إجابة معينة مرات يبقى لأسئلة أيضا ندل على مدى أنت إطلاعك على هذا يعني متى يصير توتر أنت قدمت كان مناسب ولكن سألك سؤال مثلا ماذا تعرف عن المؤسسة هذه أنت أتيت لها المؤسسة بقدم وظيفة عبارة هل أنت عندك الرغبة الصادقة إذا عفوا سوف تقوم بعملية مجاملة وكذا حتى أسرم مثلا قناة الضفرة يبقى إذاعة الضفرة تفرق تعقيم عن كلام لأخت خديجة وعلى كلامك هل نقدر نقول فعلا أن حسن الهندام هو أول طرق النجاح في المقابلة أكيد ومرات على فكرة يجب أن سلاح ذو حدين في بعض سواء ذكر أو تحصل والشيء أيضا أزائل أيضا أنت لسا ذاهبا إلى حفلة عائلية أو مناسبة أنت ذاهب إلى مقابلة عمل فبالتالي تكون أنت منظم مرتب طبعا هندامك جيد يعني في نوع من الرتابة يعني منظم طيب نحن وصلنا وهندامنا جيد ولغة الجسد متى تكون داعمة ومتى تكون خلني أقول مدهورة لهذا اللقاء مدهورة طبعا إذا مدهورة هذه فقير إذا كان في تهور مثلا أنت يعني مثلا حين في المقابلة كن مستمع جيدا مثلا هناك سؤال عندما أحد يسألك مثلا لماذا أقول مثلا إذا يسألني مثلا عبدالله أن أشوف أنت يقول هذا كيف يعني يعني الشيء ثاني مثلا إذا أنت سألتيني مثلا سؤال وأنا أجاوب أنا يعني متعطي رأس مثلا منزل رأسي التواصل البصري نعم مفرض أن أشوف الشخص يسألني أشوف طبعا بهذا الشيء ثاني الجلسة تكون يعني جلسة ما أكون أنا يعني 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 متصلب مثلا بالزاوية كذا أو أكون مسترخة على آخر أو عفوا مقابلة وأضع قدم فوق قدم وأحرك طبعا حركات وأقود على اللقاء تكون أي وفا تكون أنت يعني عندك نوع من الثقة المتوازن موقع الثقة زيادة والابتسام طبعا مكشر يعني أي شخص يكون قلق طبيعي طبيعي حتى قبل أي مقابل مهما بلغت أنت من ثقة بالنفس وهذا والشي ثاني بعد مطلوب أي شخص يعني تكون في قليل التوتر لماذا يجعلك حريص وأنك تبدع لكن تخيل أنت مثلا مثلا يعني حصل قبل أيام معنا شخصيا يعني بدون ذكر اسم هذا يعني على الإذاعة تصلوا فيني قبل كم يوم قالوا في محاور راح تكون عن كذا وكذا وكذا في اجتماع عنا وكذا عندي اجتماع أرجاء إذا بالضبط ولكن في أول سؤالين أن صراحا يعني ما كانوا لأني يعني كانوا شخص آخر ولكن لله الحمد أن نحن نتعود علاقات وأن لدينا الطلاع على بعض الدول للأخبار لأخبار لأخبار فإن داركنا وهذا يعني هنا أمور بعد أيضا مرات لجلة المقابلة متقابل تتعمى تسأل كأسئلة على ساس النار مثلا لو كانت تقريبا الطاولة في المقابلة وعند قلم حاول الأشياء لا تلمس لأن مرات يمكن أن تشو وماسك القلم مرات مقابلة تتسأل قلم تتسأل تتسأل تدخل يتعمدون تحصل لأسف مرات بعض الأشخاص يتخل لك مثلا عند موبايل وكذا طبعا وإن شاء الله حين طبعا تحصل موبايلين ثلاثة فتحصل يدل على لا احترام للمقابلة إذا لا احترام عبارة أو تحط الشنطة على الطاولة فتحصل عبارة وها موش منظمة يعني فيها أشياء سبحالله تعطي انطباع مثلا مش صحي طب أستاذ أنا سماعت مرة بما أن نحن نعرف أن أي موضوع في الحياة يحتاج إلى جانب عقلي وعاطفي وبالتالي ينطبق هذا الشي على المقابلات الوظيفية سماعت أنه يستحسن على المتقدم للوظيفة أنه يقعد يسار المقابل جهة القلب عشان شوي يكون في تعاطف ما يكون 100% عقلاني لللقاء شراي بقيت على شغلة يعني بعد هذه نحن نتكلم عن جانب العمل طبعا صح طبعا هناك نظريات وهناك أمور طبعا فيها نتكلم عن جانب العمل لأساس الواحد دايما طبعا الأشياء مثال أيام الكلية أذكر تعرفون في الكلية دائما هناك نعم أنا من يذكر اسم يعني من يقدم أنا ترتب ودي لو أكون آخر واحد وأتعب حمى ويني نفس يعني كل ما تتوقع من هذا يعني ما سويت طبعا أنت يدربونك يسوي لكن في شيء أنت مداخل مرة من المرات قلت أنا سأتحدى نفسي من الداخل تعفت كل مرة أعرق كم تحرق كم تحرق كم تحرق تعرق وتتعرق وتذهب برع فأول ما قال مين سأتقدم الواحد أنا رفعت رفعت وحسيت وحسيت أن يدي اليسر وانت بعد التمسك طلعت طلعت مرة وبعد ذلك الله الحمد الذي رفعت كسرت الحاجز وكسرت الخوف أو أثق تماما اخدم نفسك من نفسك مهما بلغ عندك من تشجيع لأن حتى في الحياة لا عليك أنت جتس مرحلة المقابلة لا تنسى أنت بعدين صرت الموظف ستكون لديك تحديات في الحياة وهذا ليس تحدي الذات تحدي تحدي نفسك أنت 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 أنظر الأمام أنظر أنت غيرك كيف وصل للمكان هذا غيرك كيف أصار هل أفضل عنك نعم يعني سؤال من فوق نسأله أو لا هنا سؤال وقت المشكلة خلص وعجبني الختام بعملية تحدي الذات نعم نخدم بتحدي الذات هم ترى سؤالنا قالوا قيمنا وخديجة في هذه المقابلة على كم أعساسنا تقيم وتفتح الباب كم من عشرة لا بالعكس شوفوا أسلوبكم في طرف 11 من عشرة والله مشكور أنا أبو ما قلنا شي الله 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 طبعا سعداء بتوجدك أنت لست ضيف أنت من أهل قناة ضفرة دائما متواجد معنا في لقاءة سابقة وإن شاء الله أيضا في المستقبل تكون متواجد معنا إن شاء الله واسمحنا طبعا ما كملنا الأشياء قامي نابد أننا نأخذ تشوير في فقرة إن شاء الله الله السلام كيرب إذا نشكر الأستاذ محمد حمدان من جرش مدير عام المدينة الجامعية بالشارجة مشاهدينا فاصل طبعا ونرجع لكم بعد قليل